موضوع درس اليوم هو التغاير بين X و Y أو لمتغيرين عشوائيين يعرف التغاير ويشار إليه بالCOV على أنه القيمة المتوقعة لحاصل ضرب الفرق بين كل متغير من هذين المتغيرين وقيمته المتوقعة أو متوسطه الحسابي ويرمز للقيمة المتوقعة بالحرف E معادلة التغاير هي القيمة المتوقعة للفرق بين قيمة المتغير X وقيمته المتوقعة أو متوسطه الحسابي ضرب الفرق بين قيمة المتغير Y وقيمته المتوقعة أو متوسطه الحسابي والتغاير هو مقياس لتغير X و Y مع بعضهما لذلك فإن الخطوة الأولى دائماً قبل حساب التغاير هي تحديد قيمة المتغير X والمتغير Y لكل نقطة من نقاط البيانات وتعويضهما في هذه المعادلة فمثلاً لو اخترتم نقطة من نقاط البيانات التي يتكون منها المجتمع الإحصائي بشكل عشوائي وكانت قيمة X أكبر من متوسطه الحسابي بينما قيمة Y أقل من متوسطه الحسابي بحيث تكون قيمة X تساوي 1 وقيمة Y تساوي 3 والقيمة المتوقعة لـ X تساوي 0 والقيمة المتوقعة لـ Y تساوي 0 عوضوا القيم التي لديكم في هذه المعادلة 1 ناقص 0 يساوي 1 و3 ناقص 4 يساوي سالب 1 1 ضرب سالب 1 يساوي سالب 1 1 تلاحظون هنا أن قيمة X الفعلية أكبر من قيمتها المتوقعة وقيمة Y الفعلية أقل من قيمتها المتوقعة وإذا انطبق هذا الأمر على جميع نقاط البيانات في المجتمع الإحصائي فإن التغاير هنا هو تغاير سالب إذن يكون التغاير سالبا عندما يكون أحد المتغيرين أعلى من قيمته المتوقعة بينما يكون الآخر دونها لكن إذا كان أحد المتغيرين أعلى من قيمته المتوقعة وكان المتغير الآخر أعلى من قيمته المتوقعة أيضا فإن التغاير في هذه الحالة يكون موجبا ودرجة التغير لكل من X و Y معا توضح لكم مقدار التغاير أعيدوا كتابة معادلة التغاير هذه في البداية اضربوا هذين الحدين معا القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي X ضرب المتغير العشوائي Y سالب X ضرب القيمة المتوقعة للمتغير Y ناقص القيمة المتوقعة لX ضرب Y وأخيرا لديكم القيمة المتوقعة السالبة لX ضرب القيمة المتوقعة السالبة لY سالب ضرب سالب يساوي موجب إذن زائد القيمة المتوقعة لX ضرب القيمة المتوقعة لY أعيدوا كتابة المعادلة مرة أخرى لاحظوا أن القيمة المتوقعة لحاصل جمع أو طرح مجموعة من المتغيرات العشوائية يساوي حاصل جمع أو طرح القيمة المتوقعة لهذه المتغيرات وتذكروا أن القيمة المتوقعة تشير إلى المتوسط الحسابي أيضاً إذن هذه المعادلة تساوي القيمة المتوقعة لX ضرب Y ناقص القيمة المتوقعة لX ضرب Y ناقص القيمة المتوقعة للقيمة المتوقعة لX ضرب Y انتبهوا إلى أن القيمة المتوقعة للقيمة المتوقعة هي نفس القيمة المتوقعة اكتبوا هذه الملاحظة هنا القيمة المتوقعة للقيمة المتوقعة لX تساوي القيمة المتوقعة لX وهذه القيمة تمثل المتوسط الحسابي للمتغير العشوائي X إذا كانت القيمة المتوقعة أو المتوسط الحسابي لX يساوي 5 فهذا يعني أن القيمة المتوقعة ل5 تساوي أيضاً 5 الآن أعيد كتابة الحد الأخير للمعادلة زائد القيمة المتوقعة لX ضرب القيمة المتوقعة لY حاولوا تبسيط المعادلة هذا الجزء من المعادلة يساوي القيمة المتوقعة لناتج ضرب هذين المتغيرين اتركوه كما هو ولا تغيروه ثم لديكم القيمة المتوقعة لX ضرب القيمة المتوقعة لY في حال كانت القيمة المتوقعة لY عدداً معلوماً فإن القيمة المتوقعة لهذا العدد تساوي العدد نفسه أعيدوا كتابة هذا الجزء إذن ليصبح على هذا الشكل سالب القيمة المتوقعة لY ضرب القيمة المتوقعة لX وبعد أن فك هذا الحد أكملوا كتابة المعادلة وكرروا هنا ما قمتم به قبل قليل ناقص القيمة المتوقعة لX ضرب القيمة المتوقعة لY وأخيراً يتبقى هذا الجزء الذي يشير إلى القيمة المتوقعة لكل من القيمة المتوقعة لهذين المتغيرين أكتبوا إذن سائد القيمة المتوقعة لX ضرب القيمة المتوقعة لY كما ترون فإن هناك ثلاث حدود متشابهة مع اختلاف ترتيب القيم المضروبة فيها هذان الحدان يحدفان الآن ما الذي يتبقى من المعادلة؟ التغاير بين X وY يساوي القيمة المتوقعة لX ضرب Y ناقص القيمة المتوقعة لY ضرب القيمة المتوقعة لX افترطوا أن لديكم عدداً من نقاط البيانات وكانت إحداثيات هذه النقاط معلومة لتقدير القيمة المتوقعة لX ضرب Y عليكم إيجاد المتوسط الحسابي لX ضرب Y لاحظوا أن الشرطة تشير إلى المتوسط الحسابي بمعنى آخر عليكم إيجاد ناتج ضرب المتغيرين لكل نقطة من نقاط البيانات ثم حساب المتوسط الحسابي لناتج ضربهما أما بالنسبة للقيمة المتوقعة لY تستطيعون تقدير هذه القيمة من خلال المتوسط الحسابي للمتغير Y والأمر ذاته ينطبق على القيمة المتوقعة لX حيث يمكنكم تقديرها من خلال المتوسط الحسابي للمتغير X إذن كيف يمكنكم تقدير التغير بين هذين المتغيرين العشوائيين؟ بإمكانكم القيام بذلك من خلال المعادلة التالية هذا الحد هو المتوسط الحسابي لناتج ضرب X في Y ناقص المتوسط الحسابي لY ضرب المتوسط الحسابي لX هذه المعادلة كما تلاحظون تمثل البسط في معادلة إيجاد ميل خط الانحدار ويرمز له بالحرف M وتساوي المتوسط الحسابي لX ضرب Y ناقص المتوسط الحسابي لقيام Y ضرب المتوسط الحسابي لقيام X على المتوسط الحسابي لX تربيع ناقص مربع المتوسط الحسابي لX هذه المعادلة إذن هي المعادلة التي بإمكانكم من خلالها إيجاد ميل خط الانحدار ارسموا شكل القبعة هذا فوق الـ M للدلال على أنكم تقدرون قيمة ميل خط الانحدار للمجتمع الإحصائي باستخدام عينة منه كما ذكرنا قبل قليل بسط هذه المعادلة يشير إلى التغاير أو يستخدم لتقدير التغاير بين المتغيرين X و Y أما بالنسبة لمقام المعادلة بإمكانكم إعادة كتابة المقام بكل سهولة على هذا الشكل المتوسط الحسابي لX ضرب X ناقص المتوسط الحسابي لX ضرب المتوسط الحسابي لX وهذا يمثل التغاير بين X و X وقيمة التغاير لمتغير عشوائي مع نفسه يساوي تباين هذا المتغير ويشير الإختصار VAR هنا إلى التباين هذا يعني أن ميل خط الانحدار يساوي التغاير بين المتغيرين العشوائيين X و Y على تباين المتغير X أو المتغير العشوائي المستقل هذه إذن طريقة أخرى لإيجاد ميل خط الانحدار لحظتم في هذا الدرس العلاقة ما بين التغاير وميل خط الانحدار وبهذا نصل إلى ختام درس اليوم ترجمة نانسي قنقر